موسى سرقة من حم ورابي ما كنت أبكي لأن كلمة مطلقة بمجتمعنا إما الرب يسوع المسيح بتوافوا معي أن الحب عبارة عن حاجة جنسية هذا الكيس بس فيكن تطلقوا برات الزواج أنت ضد العلاقة جنسية يعني ما بدي فوتها لأبوما دي عوصم منك مش بس عندي أصحاب من غير دين حتى اللي بحبوا من غير دين لأ نضال لها يتركي لنا ما لعبنا ده بريش الماي عضيفة الخيزاران هل ربنا مرخبت بشي معي بصناعة المرأة يو تكيتيني صراحة كل من نظر إلى أمرأة إلى أمرأة تغيره تكون أن الحب بعد الزواج بينتهي أنا نضال الأحمدية وأنا نضال الأحمدية وأنا سبال سكايراك وأنا باتيش حادي أوكي بدأنا الحلقة دخليني روح من يمينة على يمينة عفوا تكرهي إذا بتكرهي كما كتير بحياتك صار معيك أو أدافك تسامحي أدافك تسامحي بتعلم أنه ما أكره بس تكرهي ما بتخيل الكره تكرهي بيك أنت لا ما كنت أكرهه شو كان كان علي عطب و لوم بس ما وصل للكره ما كنت حبه بس مش معناها بكرهه بس لما بيكون بيه وما بتحبي تميز أني في شي كبير لا أكيد في شي كبير لأني ما كنت حبيه بس كنت ما تحبيه لدرجة وما تتصل فيه لما تكوني برا ما كان يترك لي مجال كان هو يتصل ورغم هيك ما عرفت تحبيه لا لأن كانت الأثار اللي ربيت عليها ضلت معلمة جوه قلبي أخدت فترة تقدر تأخفر قبل رح أرجع ليك لنرجع للغفران والسماح كيف الواحد ما بيحب أقرب الناس هقلوي بس لأنه كلمة كره توشع ما بتقولها بباتي ورح أرجع لك بباتي سبل أنا بعتقد بتجربتي الحالية أنه الكره شي طبيعي على أنا المفارقة أوين ندال أنه أنا كنت أكره حالي كنت قبل عملية التعافة أو التشافة كنت أكره صورة المرأة اللي ضعيفة فيه ولي رادخة شروط لزروف السلبية ولزروف الحياة الصعبة كم سنة تكره حالك أخدت لي وقت أخدت لي وقت وصلت شي مرة للانتحار أبدا أبدا بس كنت وصلت لعيدة الصراع مع حالي أني أكره حالي القديمة كنت أنا ذاك لما كنت تايفية تكره حالك أو لما وعيتي ما كنت مدركة أنه أنا بكره حالي أنا لما وعيتي كريت أنا لما نضجت ولما وصلت للنجاح وللتحقيق الذات إذا بديك وصلت لعيدة الصراع وصرت أكره حالي بس خلينا نوضع صورة الهدي كنت متزوجي وكنت عم بتعيشي الصراعات مش مش مرتبط مش مرتبط بتجربة الزواج السابقة أبدا يعني يمكن متعلق أو إله جزء إله فيه بارت بتخافي يعني نحنا كالستات شرقيات نحنا نحكي عن صورة القديمة أو نزغة القديمة أو نزغة الأصغر بمطر المطارح صار فيه صراع وصرت أكره حالي والحلو واللي عادي زي ما نقول بشرة للكل أنه الكره طلع مفتاح لأنه طور حالي لأنه حب حالي وفتح لدورة المشاعر الإيجابية نيدال أحمدية كرهت بحياتك قبل كانوا كلما يسألوني بتكره حدن كنت أقول لهم هيدا كلمة كتير كبيرة وأنه مستحيل أوصل لمرحلة أني أكره حدن وبعدنا بقولها أنا بيطبعي مان من النوع اللي بكره أو بأزة إذا حدن بدلني الكره أو أزانة فيني أقول أنه مبعد بتعطى معه بس لو أنه بكره هيدا كلمة بالنسبة لأليك كتير كبيرة ليش كبيرة يعني مثلا ما بتكره إرفائك اللي فتحتي لهم بيتك وعمل ديون أحلى موضوع لك نشوف يعني وحتى كنت تساعدين بلحظة هيك أساؤل إليك وعملوك غلط ما بتكره ما بكره ما بكره تنسيون ولا بنسى لا ما بنسى بتخطى بتخطى لشي اللي صار وبتعلم مثل ما قالت باتيا إنه الإنسان يلي خزلني أو عملني طريقة ممنحة كنمالي يوصلني لإني أكره لا بتعلم وبكفر يعني فيني نعتبر إنه أنت مسالية في عالم ما بتكره ولا بعدك لأنك صغيرة يمكن بعد ما أجه حدا عمل لي شي لدرجة إنه إكره بس إنه لا لو هلأ بتحبي حدا وخانك ما بكره شو بتعملي بتخطى كيف بتقدر أنا بعامل إنسان مثل ما بعملنا بتخوني إذا خاني بخونه خطير تصريح خطير ما ديش فيك تحكي لنا تجربتك الحقيقي مع الوالد مع أمك يعني أمك كمان كنت تكره لا أنا ما بكره أنا ما بحب إنه أنت بتخلط لشاعرك بالحقد وتتمنى له الأزية وهيك بس أكيد لا 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 أكيد أكيد لا ما هاي هي الكره آه أكيد شو الكره الكره علميا بصنفو إنه الاستياء الاستياء من الآخر هو شعور كنت تعملي لبيك الدايا هيدا هو الاستياء يعني بس بلاها قصة كره كنت تستقين من الوالد نعم والوالدي نعم أوكي كانت واقف عندك رح أرجع لعند باتي لتشوفوا تجربتها مع أمه وبايا باتي ظلمت من من اتنين وهلأ بتخبرنا له وهل قدرت تتخطى هيدا المشاعر المؤلمة جدا سبل ولا مرة اختبرت تجربة القراهية وما عمكون مثالية هيدا الشيء يعني اللي ساعدني اني ما اختبر هيدا الشعور هو إيمانة بسيدي ورب وإليه يسوع المسيح قدينها القدرة بسامح طبعا بساعد عفوا بساعد وبعلم وبوجه المؤمن تمانا تحوضت ضحة أوقات كانت تضحية مش لصالحة يعني كانت تضحية على حسابي أنا كانت تضحية على حساب ساعاتي أنا وهيدا الجزء اللي أنا كرهته انه استحقاق خف كتير لبل كان معدوم بس خلينا نوضح شو يعني استحقاق لأنه هاي الكلمة لازالت مبهمة عند الرأي العام يفكر حاله بيعرفها استحقاق إنه كأنك أنت مألك حق بشيء لا حق بالعيش لا حق بالحب إذن الحق بإعطاء رأي يعني لست مستحق شيئا إذن الاستحقاق هيك معنا هل تستحق هذا وقدي نسبة لازم لأخر يحبك بتصير نسبة الاستحقاق أعلى وأعلى وأعلى وعادة هي بتكون مرتبطة بالقيمة الذاتية وبالصورة عن نفسك بهويتك أنت كيف تنظري لنفسك طب ما أنت ما كريت أحد أحد أكره ما بعرف ما حكون كمان مثالية أجان قللك لا أنا ما حدا بيكره ولا حشوف بحالي أصلا لأن يمكن مفهوم الكره عندي غير مفهوم الكره عندك وعند البعض الآخر قلتلك هي كلمة كبيرة الكره هو أنه توصل لمرحلة أنه ما تعود حتى تقدر تلمح الشخص أنا هيك بفسرها مزبوط أنه تصير تفكري تردي له الأذى كيف أذاك صح So this is how I believe أنا عبالي أسألك كشي مرة كرهتي حضا Yes كتير ليه كتير الأزهية الحرب القتل الدمي الدبح يعني أنا أعتقد لأوليم لأن كنت أستلم ناس مقطشة إجريون وأنا ما يكون في طبيب المستوسف في الحرب عم بحكي فدلني ماسكة الإجر ومنقططة بمتى بقى لحتى يوصل الطبيب وأنا عم ببكي فإكره المجهول فكريت الإسرائيلي لأنه قتل الطفل عمره سنة بمعنى أنه حملت الطفل مع بي وما كنت أعرف المستوسف شو لا يغيب عن الوعي شوية شوية فحست وكله اشتغلت متطوعة سنوات بالحرب فأركضنا عندنا نقته على مستشفى أبر شمون أنت تعرف وين دار أبر شمون بالسيارة صار بي وشلح القميص القطني وصار يعمل هاك هو عم بالسوق يعملون هاك للإسرائيلية ما زمحولنا نقطع طرينا نرجع مات البباعة الطريق كيف ما بدي أكره الإسرائيلي أكيد ما رأت فيهن عيد المشاعر ويمكن هلأ بقطع فيهم المقاتلة تانية بس هلأ أدركت وعيد وعيد أنه اللي بيكره بيأكل ضرب بقلبه كلنا نكره الإسرائيلية كلنا بس أنت ما كرهت حدا يعني هيك محدد بلا كرهت خي ضربني عضالية يعني السئلة قالي كتير بس ما كرهت كرهته برفض أحكي وبرفض شوفه ودلت 25 سنة بلا ما حدا يدعي الميثالية أبدا وكيف تشفيت بدي صاري عليه لما تنتصري سيري أقوى ولما تكوني قوية ما بتتطلعي بالضعف تشفق عليه ما بتكرا هيون هالأخي ما سأردعيف يعني كمان انتصر بحياته أولاده أبطال يعني ابنه بطل كندا بالمولاي كمان وعن بيربح جولات بالعالم شفته كيومة حياتي برجلك تحية وهي لأول مرة بتكون عم تسمع هذا الكلام بس مش غلط نحكي عن تجاربنا لحتى يستفيد الأخر رح تيتعلم الأخر كيف يكون صادق مش مراوغ وموارب قدام الناس وهيك ما نكون عم نعلم حالنا كيف نمشي بشخصيتين نعم سمحت خيك أنا أهبل وأنا أهبلة أنت حكي لعن بيك مثل ما أنا حكيت بهذا الصدق وعن أمك وبس ما تبكي نحنا ثلاث بنات خلينا نقولها هيك نحنا ثلاث بنات أنت بالنص أنا بالنص كانت البكرية حبيبة بيا ميشا ميشو والصغيرة باسكال حبيبة أمها فالنص طالع لا من فوق ولا من تحت فراحت علي المسكين من النص أنت أنا حبيب فمشان هيك ما دقت ما دقت الحب من العيلة الاهتمام لا حب ما حسيتش ما بعرفش يعني اهتمام ما بعرفش عم بتقولي كنت دايما بالنسبة للبابا أنا فشت الخلق كان يضربك نعم كتير نعم كنت تنوش يعني كنت تنوش وكان البابا من كتر ما هو حنون صح كان يقل ممنوع تبكي رح وقفك شوية ورجع لعندي لعن ما رحكي كمان عن أمك لكن تكرهي وش صارها هلأ ودعا أنت مستغربة شو عم تشوفي لا لا ماني مستغربة بحكمة أنه أنا عندي خي أكبر كمان كان يمضرب مين كان يضرب وو أمي لطارق جينيور أنا بدي على سيرة البيات بي ما بحياته ما دد إدعى حدا لا أنا ولا خي ولو شو ما عملنا حتى بس يصير في مشكلة بي نسحب لأن ما بيحب يجرح ولا حدا بار عم تحكي عن خي طوال يس سو ماما هي اللي كانت تلعب هيدا لدور بالبيت بشو ما بدك ده بريش الماي بطارق جينيور ضيفت الخيزران يس حتى أنا أوقات كنت أكلها بس مش لهالدرجة كفوف لأن أوقات كنت جاوب من أنا وصغيري راسي كبير أنا بفكرة أفدا ما بحرف هيدا الشي لا لا هلأ على سيرة الزكريات والحديث تذكرت مبلغ أن أنا كنت أكل خبيط بس شوية مش كتير وشو كنت تعملي بأمك أنا بحرد باخد موقف ما بعد بحكي معا بعرف ما شاء الله أحوض ترجع هي بتجي بتراضيينة كمان أمك حنوني كتير كمان نحنا بطبيعة البيت عندي ما في هيدا النوع من التربية إنه بتضرب لا منروح أكتر للحوار منتفاهم وإذا خلص إيقسنا من الحوار منروحها تضرب أوكي طب نرجع لباتي عاشت ما يشبه المأساة مثلي أنا تخطيتها أتيك أن عمري كلاما كان يضربك أنا لكبيرة لضلايرو يضربوني يعني أنا بتذكر آخر كاف أخدته من الماما كان عمري 30 وو 30؟ نعم هيدا كان بمصر شبقتك بالكاف؟ أه ولو شلي عن البالكون كبية؟ لا ولو لا يعني لا لا مش لها الدرجة صار معنا نحنا لا ملا أنا كان عمري 30 سنة أكلت كاف من الماما يه؟ كان بمصر نعم بس وقت ما كان عمري 30 وأكلت الكاف من الماما فهمت استوعبت بعرف ليه بس قبل ما كنت أعرف باتي كرهتي أمك كتير صدقيني مش كره ما حبيتي أمك كتير أنا بعدني عم بختار الكلمات صح أنا ما حبيت الماما وما حبيت البابا بس من وقت ما إجاد تاريخ 17 17 5 87 اتعلمت كيف حب حتى اللي الزيونة لما فت على الكنيسة لما الكنيسة فاتت على قلبي لما يسوع إجي على قلبي هاي شهادة حياة تسمحيلي خبرها توضلي رحت على الكنيسة بالكوات في كنيسة؟ نعم في كنايس آه ما بعرف نعم في كنايس برافو كوات أنا كنت عم بحضر اجتماع بالكنيسة والواعز اللي هو توفيق جورج كان عم يحكي هل أنت ناقصك حب؟ فأنا عم برد أنا وقاعدة عم قل له نعم أنا ناقصني حب عم يسمعك؟ يسوع اللي كان عم يسمعني قال لي الواعز إذا أنت كنت عم تسمعني وإنت ناقصك حب عرف أنه اليوم هيدا الحكي لإلك فطوله أنا جاي تقس معك قام قال لي وأنا جيت على الدني لأني بحبك أوف أنت بتحبني مينك أنت قال لي أنا ربك أنت ربي اللي خلقني بتحبني هي بحبك كتير ومش بس هيك أنا جيت على الأرض وسلمت حالي ومتع الصليب كرمال دمعة من عيونك قلت له هيدا أنت يعني هيدا أنت يسوع قال لي أنا يسوع ساعتها قال لي الواعز إذا بدك فيك تسلم حياتك لربنا شو يعني سلم حياتي نضال أنا ما بعرف شو يعني هالحركات فأم قال لي إعلانية قولي أنا كنت إنسان ومن هاللحظة أنا إنسان رفعت إيدي قلت له أن أنا كنت إنسان ومن هاللحظة أنا إنسان قال لي مبروك عليك يسوع بقلبك ومن هاي اللحظة في شي تغير في شي ألب بكياني الحب صار أحلى أنقى العيلة صارت أرقة بي صار ضعف أمي صارت جهل هيك صرت تشوفهم هيك صرت تشوفهم صرت تشفق عليهم صرت لقلهم مبررات مش بس مبررات صرت أنا ساعدهم كيف يحبوني صرت أنا روح لعندهم ما أنطرن يجوا لعندي صرت تقول لهم أنا بدي أقدم أنا مش ناطرة أخذ أنا بدي أقدم لكم الحب أنا ما بدي منكم حب ومن هاي اللحظة تغيرت حياتي هيدا أحلى شي صار بعمره هون طبعا أنتو بتستغربوا بتكفروا هلأ ببات كثير عم بتحدرونا يعني لأنه قيلة المسيح هو الرب هيدا ما سألت تاني يكونوا ما سألت الإيمان مفروض تفاهم عليها من بعضنا كل إنسان حر بقلبه حر بقناعته على الأقل نحن في لبنان هيك بتمنى وين ما كنتوا بالدنيا ما تعملوا أحكام لأن نحن نؤمن أنك إذا أدنت تدان يو دكيتيني صراحة ولا مرة حتى بخصوص أهلي ولا مرة شلت الحق لهم ولا مرة حتى ذكرتيني بشغلي أنه لما كنت أكل القتلى من بي خصوصي ما كانت أبكى حتى كان يقل لي أنه لمش عم تبكى أنه بتذكر كان عمري ست سنين فتت على القوضة هون بلشت رحلتي مع الرب ياسوع المسيح وخدت صورة الوجه المقدس السيد ياسوع المسيح وقلت له يا ياسوع شو أنا القتلى اللي أكلتها قدام الجلدة الدرب اللي كنت أنت عم تندربه على الصليب أنا بدي أكون مثل عم بشارك لأنه أنا طلبت عم بشارك سيد المسيح كطفلة قالت بقل لي طلعي صالح أميك وبيك بتذكر بعيدا نهار تصلت بوالدي من بعد سنة وبعرف أنه بحب هيك الكاز ابن زحلي قلت له بتذكر هيدا الصوت قال لي أكيد أنه بنت بتكنا عم تشرب كاز مع بعضنا قلت له طلعي أشرب أنا ويا كاز قال لي تعب بس كانت تحد أنه أول ما فتحول الباب تسكرت الطلب اللي طلبوا مني ربنا أنه صالح أميك وبيك واعتزر من أميك وبيك بالفعل بتذكر هيدا نهار ركعت على جران أمي وبيك قلت له نسامحوني ورغم ما بعرف تحليل بعرف على تحليل نفسه بيقول بس إيماني بيقول غير شي نعم ركعت سلمت وتحررت ربنا هليلويا ندال اللي هالحاكي اللي عم تسمعي أنت بحلق يعني أنت بتأمني بالعلوم بتصدق هيدا الكلام أو كيف تحليليه طبعا منصدقهم شو عم بيقولوا بس هل بيقنعك هيدا الكلام أو عند لك تحليل هلمي هيك أو كيف بتشوفيك طفلي هلأ بعدك بالعشرين هلا أنا بدي إحكي شي يصدمكن نولي صحيح أنا سبق وقلت أنه أنا ما بؤمن بهالقصص بس من أنا وصغيرة مرفقة يسوع ومرشربل بالذات أنا إذا بتروح على تختي اليوم إذا بتطلعي حتى صورة مرشربل ببوسوا كل يوم بالليل وكل يوم الصبح كل شي بدي مصاعب بلجأ له للمرشربل مرشربل ويسوع خاصك أنت الدرزية ما هو عشان هيك عشان أنا أنه ما بقامن بولدين وإي بليف إن ساينس بس بس وقت الحسات أول مرة طلبت شي من مرشربل ومن يسوع وعمل لي صرت آمن فيهم بالذات بس مش أنه كدين مسيحي إذا بدي يكون دقيقة وكتار منهم بالمدرسة كانوا يتضحكوا علي بلبس صليب أو بلبس صورة مرشربل إنه إنه ليه هيك عم بتعمل ما أنت درزية إنه وبيعتبروا الدروز من الإسلام الإسلام البعض بتقامني يعني ساعدوك يس بساعدوك بشو كذا شغلة وأنا عطول بطلع بزور مرشربل يعني مثل مثل أي مسيحة تاني وحتى بعرف كتير من المسيحية ما بيع إنه مش من المسيحية ديانات الأخرى كمانا بيطلعوا بيقامنوا فيه بمارشربل بس كانوا عم يحكوا باتي و سيبال تأثرت شوي وبعدنا مأثرة لأن إنه عم حس هنش عم يحكوا عم حس بالصوت الداخلي يلي يسوع بيحكيك إياه وبيطلب منك قصة لأن عطول بتصير معي والله خبريني كذا كذا قصة كمانا قطعت فيها في صوت داخلي بيتواصل معي بيقلي إنه متى عملي هاك سوي هاك حتى بدمان عملي أو بدمان درس أو حيالة شغلة بيستمد عطول قوتي من يسوع بس حس بالضعف بلجأ له ومنه بياخد قوتي ولليوم بعد نكمله هاك ورح كمل هاك بسطتو بنيدال أنا شفت باتي أشرق طبعا طبعا تعرفي لما حدا بيحكي عن حبيبك ما بتنبسطي بلا بلا لا ما عمني بحاجة لشهدة الآخر لا يكون حبيبي مثلا أنا عارفة إنه هو هيك بس تأسمع من نيدال حس إنه عندي كرفاء أكتر يعني جمهرته أكتر صار في لغة تشبهنا صار في لغة تجمعنا هاي الشعور بالحنين أو الشوق لذكريات قديمة ممكن تكون هاي الذكريات مرتبطة بأوقات أو بأشخاص أو بأماكن بأماكن ممكن ريحة معينة بترجعك للماضي أنا مثلا ريحة الياسمين بتذكرني ببيت التاتا أول ما بشم ياسميني على الطريق ضغري بتذكر أنا ونازلي بهالنازلي وبيت التاتا بدي يجي على اليمين وأنا شايفي بيت التاتا ضغري بتذكرني أو الأرقيلة بس الأرقيلة مش التفحتان وهي دولة لا الأرقيلة التنبك قديمة القديمة العجم العجم هاي دي مسلا هاي دي مسلا بتذكرني بصبحيات التاتا لما كانت تأرقيل ستي كانت تأرقيل وكاننا كل يوم الصبح ببحمدون في عنا قعدة نسوان كانوا حلوين كتير الأرقيلة مش حديثة بلبنان لا مش حديثة أبدا هاي من زمان النوستالجي مشاعر تربطك عاطفيا بشخص ممكن تكون أو تثير ذكريات ممكن تكون مش منيحة النوستالجي مش شرط تكون إشيا منيحة مشان هيك بيقولوا إنه الله يساعد اللي بيكون عنده دايما هاي دي النوستالجي ممكن تربطنا بشي ماضي وشي هالماضي يكون سلبي صحيح أبل بدي أسألني دال أنتو تتعرفون النوستالجي الأصل الكلمة من وين وين رح أذكرها بالدراسة اللي حضرتها اللي حضرناها متلازمة النوستالجيا وفقا لجمعية علم النفس الأمريكية هي الرغبة بالرجوع لفترة أو لحظة سابقة بحياة شخص رأي الطبيب النفس السويسري كارل يونغ أن الحنين وسيلة لإعادة الاتصال بماضينا وفهم حضرنا وبالنسبة له كان الحنين وسيلة للوصول للوحي الجماعي الوحي الجماعي يعني التاريخ والتجارب المشتركة لدينا جميعا كبشر والسعادة والراحة أما النوستالجيا السلبية بتتميز بالحنين السلبي لذكريات الماضي الحلوة والمرة والمؤلمة وبيرتبط عادة فيها مشاعر الألم والأسى والندم هذي اللي بتذكروا عندنا هالنوع من النوستالجي بيكونوا مسوشيين أكيد بحبوا عزو حالهم يعني فيه أعمل مثل خلاصة على الكلام اللي أنت قلت يبقى النوستالجيا أحيانا ممكن تكون مدمرة للعلاقة اللي أنا أكون فيها هلأ إذا أنا كنت قاعدة أو إذا أنا بعلاقة معينة ما بعرف إذا نضال لحت إلنا على هيدا الموضوع بكرة هلأ لما منذكر الحب لو أنا بعلاقة معينة وعندي نوستالجي للماضي للعلاقة القديمة لا العلاقة قديمة وهي العلاقة القديمة ما كانت منيحة يعني كان كان نوستالجي يعني ما بدي أتذكر بس أنا عم بتذكر أوه لحظة بدي أقلكن شي إذن أنا لما كنت قطع بعلاقة حوب أو هلأ بقطع أول قبر ديما بعمل مقارنة بأول حوب وبتفشل هاله اللي أنا بديها من الأول حوب بالزابط هذا اللي عم بيصير وفي كتير ناس هيك في كتير ناس من الأجيال طب عولنا وهاي مش لحقلكم أنا عملت دراسة لكن أنا عندي علاقات اختبرت باختبارات من أشخاص أنه هني عم يفشلوا بالعلاقة الحالية بسبب ذكريات أو حنين للماضي والماضي ما كان منيح إيه ما كان منيح لا أنا كان منيح لا ما كان منيح وهني بيفكروا أنه هلأدي الارتباط بالماضي لح يعيد الحاضر يعني لح يعيد اللي صار بده يرجع ينعاد بيعتقدوا أنه لازم تنعاد نفس النمطية للعلاقة النمطية القديمة لازم تنعاد بهالعلاقة الشديدة آه ولا أنا أول مرة فعلا منتبع لهذا الشيء نوستالجيا السلبية يعني مش بس نوستالجيا إيجابية فيه نوستالجيا سلبية تأثيرات السلبية لمتلازمة نوستالجيا هي بتودى الشخص لشعوره بالوحدة وبالتالي العزلة بينشغل على الإنسان بالماضي وبيصير غير مرن وغير راضي عن حاضره فهو منفصل عن واقعه وأيضا بيلاقي كتير صعوبة بيتخاذ القرارات بالوقت الحاضر لهيك لهيك كبار العمر بيحبوا وحدهم بيصيروا أقل تجاوب مع الآخر مع الماما مش عم تقبل الواقع اللي هي فيه هلأ يعني لما بتوع على حالة الماما بعدها منيحة وهيك عقلاتها منيح بس لما بتطلع على حالة بتشوف حالة وين قاعدة بس بدي فرجيها صور بفرجيها صور زمان هي وعائلتها زمان لما كانت هي صبية بقلنا مثلا مين هون مين هون بتقلي إياهم كلهم بس إذا بدي فرجيها مثلا قبل عشر سنين ايه مثلا ولاد عمتي هلأ ولاد خالتي هيك ما بتعرفهم ليه ما بتعرفهم ما بتتذكرهم مع أنه هي شايفتهم عشارتهم بتعرفهم ليه ما بتعرفهم عندها عندها الزايمر لا ما عندها الزايمر بس عندها الزايمر رغب بأنها ما تتذكر اللي جديد وهي بدأت تعيش بالماضي بتعرف ليش باتريسيا لأنه النسطالجيا عرفت بعلم النفس بأنها لقي الدفاع دفانس ميكانيزم بيستخدمها العقل لرفع المزاج وتحسين الحالة النفسية فهي بتكتر بحالة أمك بحالة شعور بالملل أو الوحدة خاصة عند الكبار بالسن أي عند شعور الفرد أنه حياته فقدة قيمتها يعني لما بيحس الشخص أنه خلص حياتي ما بقى العازل بيهرب فبيقوم العقل بقالية دفاعية وباستدعاء ذكريات الماضي واللحظات السعيدة فبتبعث بنفسه جرعة من الأمل والسعادة وهشي بيساعده الهروب الهروب بالاستمرار بحياته فهي بتحد من الاكتئاب بشكل مؤقت فبشار الشخص بأنه حياته البأسة بحالة بسوصل لعمر متقدم أنه حياته كانت إلى إيمة يوما ما فقدت معناها كأنه ما إلى عازل نحن دايما ندار منقول رزق الله على هيدك لو بترجع عيديك الأيام ولما نفكر لما نفكر بهذهك الأيام بهذهك الأيام ما كنا نقول أنه أيامنا حلوة دايما لاي من عطول من وكل ما تقطع مرحب رزق الله حتى حتى باللبناء منقول رزق الله عايام الحرب كنت أحلى منها عم بحكي عن حرب القليل رح فيها نصف مليون ما بين قتير يعني نصف مليون ما بين قتيل وجريح وعادة عن الشرد ومن لبناء حتى دايما مرفض وقعنا هيدا موضوع بيقبل يعني نتحاور فيه وإذا حدا منكم بيقدر يكتب لنا تعليقات وإذا عنده نظرية أو يكتب لنا تعليق دلنا على مرجعيات أفضل من اللي عم نقدر نشوفها مهم قبل ما نختم موضوع نستالجيا ندوق قمتين بتصير النستالجيا خطيرة على الإنسان بتكمن الخطورة عند الرغبة بإدمان استرجاع الأوقات السعيدة أو المعاشة سابقا والمبالغة باللجوء لحياة دفاعية نفسية مثل النقوس يعني النقوس أي ممارسة سلوكيات ما بتتناسب مع العمر لأنه عايش حالة النستالجيا ورافض أنه تقدم العمر فبتصرف تصرف تصرفات نوعا ما تشعيدش ما بتتناسب معه هون بتكون صارت خطيرة أو عن ما وبتكتر أحلام اليقظة والإنكار لحقائق الواقع هذا الخطر ورا النستالجيا اللي بيصير لما منتوقف عندها ولما منفهمها بطريقة غير صحيحة وما منرغب بتخطيها أو تركها أو الاستفادة منها وإعاقة حياتنا الواقعية والمستقبلية ما بعرف إذا في ناس هيك يعني بعيشوا نستالجيا ستبدال كامل لحياتهم الواقعين فيها بس في حال كنت هيك فبدك علاج يعني بعي الحال بيصير نستالجية سامة يعني أنت عم تقول لي بدك علاج يعني أنت مع وقت اللي كانوا عم بيقولوا أنه مرض عقلي لا اللي بيشتق لبيته إذا بيكون الخندق لما بيكون عم بيحارب أنا عم تحكي عن الأمريكان كانوا في فيتنام يعني أكثر من عشر سنوات بيشتق لأمه للأكل ببيته اللي يرتدي طبيعي لا أنا أصدق إذا زادت حالة النستالجيا يعني صارت النستالجيا سامة أنا ما بعرف على أرض المعركة لا غير غير ودع عم يختار حياته الطبيعية المشاهد يعني إذا بابدك تحضري أو تقرؤ عن هادي التجربة الإنسانية العظيمة وعن الخسارة الفادحة اللي وقع فيها الأمريكيون كل الأمريكيون فوتوا على روايات مثل دانيا لسيل كتير طرحت قدمت صور حكيت عن تجارب حقيقية لا أنا ما عندي يعني ما بعرف حدا بيش هادي النوم النستالجي حتى كبار العمر ما بعرف بيقولوا رزق الله الرزق الله على أيام التين رزق طبيعي ونون ولا نون لا أكيد طبيعيا طبيعيا أنا رزق الله أني كنت أعربش على التوتي وقط في كبوش البيت حلوين لما كنت أهرب من أمي برا تضربني كنت أعلق مع بي أنا كنت زعرة أنا زهيري إلى حد ما بس كنت كنت كمان كنت مهزة بي لما أزعل أعلقهم ببعضهم بس ما كاسب يعني أقول أمي عملتك بي عمليك أعلقهم بتجي أمي المرة تضربني عربش مثل الأرض أوصل على الشجرة أمي نزالي إلا ما بنزال إذي كانت لعبي ولا آدم إلا أن غط مرة ع قلبها إيش بغيبة عن الوعي طنط من وعي أم إيه وبحياتي هلأ ما بطلع بشجرة لفوق أحكيي بحكي لكم ياهان ونحن قدام نقهر أهلنا طب حكي لنا ياهان لا ما في وقت نقهر أهلنا بطريقة ما مننساها بالحياة بس بدي أقول شغلي لأنه عم نحكي بأشي هايك عائلية ونفسية وما بعرف شو تجارب بدي أطلب من كل ما تخلي ابنا يضطر يكذب علي أنت تجبرينها تجبر أولاديك يكذبوا لأنه بخافوا منك ومن كفك أو من تطلعتك هلأ أو من اللقاب اللي بتستخدمي لأ بعدين بحكي أنا تعملت لي عقدي لهلأ عميشة لأنني بخاف كنت من أمي خبر الحقيقة لأنه القف فلهلأ أنا أعاني من عقدة زمب أسوأ مرض بالحياة هو عقدة الزمب أميشة لأميشة 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 حب ونضال عبالة شوف وجهة نظركن أنتو الثلاثة عن الحب وشو مفهومكن للحب قبل ما أنا أحكي شو مفهومك للحب خلي بل شو السابع الحب ما بعرف إذا بعد في حب بأيامنا هلأ بالجيل الجديد كان الحب شي الجيل القديم قصدي وهلأ الجيل الجديد الحب له معنى تاني بنظري شو هو المعنى ساكس هلأ الحب أنت بدك مش أنت يعني قصدي على الفتاة البنات بيكون بدا شي من الشاب والشاب بده شي من البنت بيرتبطه بعلاقة تعنوان حب بس هي مش حب سيبال اكتشفت نوعين من الحب الحب الأول هو اللي نبعه من ذاتك النوع التاني اللي اكتشفته واللي اتعلمته مع قديس اللي انت كتير بتحبيه مارشربل وهول من كلماته هو الحب النابع من قلله شو الفرق بيناتهم فرق بيناتهم ان الحب النابع من ذاتك هدفه يرجع لذاتك يعني انا بحب ندال لشو باخد من ندال شو بتعطيني ندال وهذا ما بدنا نعمين بس 90% ل95% والرقم خطير من العلاقات الحديثة عم بتكون هيك انا عم عوض حالي على الحب التاني حب التاني النوع التاني اللي هو نابع من قلله هدفه يرجع على مين نقل للشخص التاني الآخر ما حتقيلنا انت شو مفهومك انا يعني بفهمه الحب اللي متعارف عليه كمان برجع كمان لناوال السعداوي اللي قالت انه الحب هو عبا هي قوي هارم هو ذكرته بمحل سبال بيبدأ بالتجذب الروحي اللي من قلله كيميا حدا ما في كيميا بيننا حدا بقول كامستري اي بعدين التجذب الفكري تقدي مع حدا اوه ما بتخلص وحكي ديما في موضوعات ومش تحكي وتجذب الجنسية اللي بشكل هارم ساعته صار اسمه حب اي نقطة من هارم ثلاث نقاط به هارم يسقط لا حب او بيكون ناقص انت انت كيف شايف الحب وكيف عايشتي هلأ اذا انا بدي اجي اقول لكم كيف بشوف الحب اكيد ما بدنا ننسى انه الحب على كذا نوع يعني الحب بس قول عطول نحنا هيكي بلا ما نفكر منربطها بالحب يعني الجنس للجنس الاخر ننسى انه الحب كمان هو الحب الوطن وحب الاهل وحب الاخوة سو هيدا الشي كمان بيزعجني لان عطول ربطين وانه شريك الحياة هديكي محبة صح بس هي حب كمان هي نوع من الحب بس هي ايه هو الحب تعلق وانت ماش ممكن ما بيعمل نفس التفاول الكيمياء بلا والله انا لما بفكر بالوطن ببكي وانا كمان اذا بتقولي لبنين مرتين كحنين كحنين لا مش حنين كمان تعلق أو كأنتما بس مش نفس المواد الكيميائية ما في جنس يعني كهورمونات ما محفزات بتوافوا ماي انه الحب عبارة عن حاجة جنسية والدليل انه لما الرجال تحديدا لما بيكبر كتير كتير براهم فوق الستين ما بيعود يحب لانه جسمه لا يحتاج بتعجز بتوافق على هيدا الشي انا ما بوافق ولا لا علميا لا انه رح عقب على اللي حضرتك ذكرتها اللي هو الهرم انه هو مبني الحب على التجاذب الروحي واللي هو على المستوى الاعمق انا بعتبر كحالة انسانية التجاذب الروحي بعدين التجاذب بالفكري بعدين التجاذب الجسد هي ما حطت اذا انفقد مكون من المكونات مش يعني راح الحب بلا بيروح لانه اتنين بحبوا بعضهم بيموتوا ببعضهم بيتزوجوا لانه ما عملوا علي قبل الزواج بعد اسبعين بيطلقوا وهي درفيتي صارت معه كتير بشعير في حدا باللبنان فاريفين بسه واكسر معه بعد نوة حب حدا ولما تفوتي معه على الغرفة القزة استحنا العرب مشكلتنا ننافق وما بنحكي الحقيقة لا الحب وما ليه لو ما في علاقة جنسية كيف يا حبيت عنديك حاجات جسمك الله خلقوا هيك وانتي ما ندرت هيدا الجسم لا ما بعرف مين لو ندرت ايه في ناس مثل سانتريتا مثلا يعني عم تحكي عن القديسات يعني الرفقة يعني هولي ندروا حالهم بالصناقية لو تعدموا بالعمر بيفقدوا الحب ايه بيفقدوا لأنه شوفي رفاقنا رفاقي كلهم طبعا اكبر مني ما بتحسين بس تقولي حب قدامهم ما لهم على حتى ما واقع يطلعوا بمرأة لأنهم ما عندهم الطاقة جنسية صار عندهم عجز كامل يعني مرتبط بالطاقة الجنسية علميا هيك عم شوف مين يعني مين تعرفوا حدا فوق الستين من كل المشاهير بالعالم تزوج أو بيتزوج ليكون عنده رفيق بالبيت بس حب مين حب ما في للأسف نحن بنخجل نقول أنه بالغالب حاجة جنسية حتى لما نقولتها جادوا بروحي مرتبط بالكيميا بالجسم بتحب تحكي معه بتحب تسمع صوته بتحب تشمي ريحته بتحب بتحسي بوجوده حولك بس هاي كيميا ممكن توقف هون لأنه هادي مسألة خيار توقف هون ممكن توقف هون أنا هيدا بس إذا فلت انت بيها بالأسنسير بصير شي تاني مثلا لأ لا في سيطر علي بس إذا ما بدي سيطر علي هذا شي تاني حسب أنا شو بدي فيني أنا أطلق العنان لنفسي أهي بس نجحل النوطة نفسي نجحل النوطة نفسي أنه أنت بحاجة هلا بتقمع هيدا الحاجة أو بتتنفذ ما سألي تاني بس أنت بحاجة بس أنا في سيطر علي I know فيكي خلاص كلنا فينا إذا بدنا لا مش كلنا ندال هيدا اللي بدي أوصل فيه معا لندال جونيور الشباب بالحالي ما بيقدروا يسيطروا مش كلهم مش عم بعمم لكن معظم الشباب ما بيقدروا يسيطروا على الحالة الجنسية إذا بتسأليني لا يفي يقلك بس ما بعد ما أسمع رأيك ما فيوني يسيطروا لا لا أنا ما عندهم عيب الجنس عند البنت للبنت عيب رجال يعني بقولوا مثل مدس وكلمة مدس يعني الشوز تعقولوا بتضيعنا وبالضيع كتير لأنه هني ما عندهم موانع دايما أنا محضرين الخسروا بننازل جايزين الشباب البنات عيب رجال ما بيعيبوش هي ما بيعيبوش بس الجيل القديم ما كان هيك بلا زعران بس ما بيحكوا وكان في تحرش كتير بالبنات الصغار من رجال الكبار بالعمر هلأ يعني أنا بدي أسألكم سؤال أنتو قصدكن أن الحب بعد الزواج بينتهي أو من الأساس ما في حب عطولي أنا عم تربطو بالشي للجنس أنت لما تتجوز مش معناها أنا أطلق العنان لنفسي يلا يا نفسي عملي اللي بدك يا بهايدا جوزي العامة كم أنا وصيت على الفريش بدأتك كم أنا لا لا لازم يكون عندك مستيريس حتى وانت بقلب بقلب اتخذ رحت عم حال تاني يعني لا أنا هيدا لقلت لها يلا إذا تتذكري لغما حكيتك قلت لك لازم يكون دايما عندك شي مخبة حتى من بعد الزواج هيدا سر هيدا لما فتنا على جبران حكينا عن مخايل نعامي كان يقول الزواج مقبرة الحب نعم وحكينا وقتا عن هيدا طب سؤال يعني أنت لو حبيتي بتروحي معه بتعملي علاقة جنسية لا إذا غير رابط الزواج لا برات الزواج أنت ضد العلاقة جنسية طبعا بالمطلق بالمطلق لي إلا أنه زنا ناسي من الكنيسة تعملك سكة تعترف لك بقى حقية شو بده جسمك يعمل لا مش جسمي هيدا أنا بادي صارت مش ملك نفسها ملك مين ملك المسيح أوكي مسيح بيمنعك تعملي علاقة جنسية أبدا بس تكون تحت إطار الزواج ليش وين كان بقيم المسيح عنده كنيسة لما كان المسيح وكان يزوج الناس هل شي مرة كان خوري عم بدأ على الطاولة أو شي وعم يزوج ما كتبوا بالكتاب إنه إذا كان المسيح عامل هيك ولا لا بس أنا بعرف إنه لحق بثلاث سنين هو عم بنعند السيد المسيح كل رحلته كل ثورته بس ثلاث سنين طبعوله السبعين الأول كانوا 12 بعدين صاروا سبعين السؤال هو من وين من وين جبتيا إذا مش من السيد المسيح من وين عرفتي إنه ممنوطة عاملة علاقة جنسية قبل الزواج إذا كان مش من السيد المسيح من الأباء الأباء يلي إجوا حطولي قوانين وده ستير ماذا مش الله لا الله ما جاب هالسيري بس هن الأباء من وين أخدوها الأباء من الكنيسة الأولى من عاداتهم لا نضال هاي تركي لنا ملعبنا أنا في هذه مش مسيحية ما تضحكي استشهد بقول المسيح بلازا منكم بيقول السيد المسيح قالوا لكم ما تزني أما أنا فأقول لكم على السقف كل من نظر إلى أمرأة إلى أمرأة غيرة مش إلى أمرأة إلى أمرأة من دون غير هي اشتهيها في قلبي فقط زنة يعني معقولي السيد المسيح يا ربي سمحناك أنا لازم يكون حكى شي ضد الطبيعة الإنسانية ماذا ضد الطبيعة يعني بس حصرت وبدو يؤثر لأمرأته ينظر لأمرأته مش لأمرأة أخرى بس قلتلك لأ لأمرأة غيرك لأ لأ أنت قلت إيه لأمرأة عادية عادية قالوا لكم هي إلى عدة هو مثل إجت هيكمل مش طي ينقض أكيد هو إجت كمل هو هيك جئتوا ليكمل أجلتوا ليكمل أكيد بس نقضى كله أنا بحكي بحسب لا ما نقضى على السقف لحظة لحظة سبال على السقف مشان ما نتخربط بالمونتاج هلأ هو ما نقض على السقف شو على السقف المسيح لما بيقول التوراة بتقول العين بالعين والسن بالسن المسيح إجا قال من دربك على خدك الآمن دور له نقض درب الشريعة السابقة كلها هون ما على السقف هون إجا قالك لا ما خص المسيح هون موسى لما حق الوصايا العشرة اللي قالوا ربنا هو اللي شال العين بالعين بعدين يسوع إجا كمل على موسى نقض الشريعة لا موسى نقض الشريعة يسوع كمل الشريعة كمل بس موسى هو هاي الثقافة كانت بهذا كل وقت إذا مش الله الله لا يكتب لفترة معينة إذا عم نحكي عن الكتاب الكتاب منه كتاب تاريخي جغرافي اللي موجود كتاب الله يعني كتاب يعني كتاب يحكي قصة شعب مع الله ما خصوا بقى هلا جغرافيا تاريخ همورامي هيدا السنوة فتنا على شي تاني نحنا هلا عم نحكي عن الجنس وعن وعن الزواج وعن الكامستري صح؟ أنا رديت على سيبال ووصلنا لهيد النقطة أنا هيدا رأيي إذا عنكن رأيي كتبوه فيكن تخلفوني أنا بعتبر أنه سيد المسيح جاء منزعا عما قبله والرسائل اللي كتب ترك ترك لشهود العيان والرسل اللي نقلوها بعضه أحلى يعني مش أحلى بكتير هي الأحق لأنه لما نبي الله موسى بيقلك العين بالعين والسن بالسن بيجي يسوع بيقلك من ضربك لخدك الآمن در الله والأيسر فهيدي شرائع مختلفة تماما وجاء القرآن صحيح وقال العين بالعين والأذن بالأذن لكن قال بما معناه وإذا سطعتم أن تكفروا فالأفضل شوفوا رحنا بالسياقات يعني كمان القرآن بهاي الآية تحديدا رجح كلام يسوع رجح كلام يسوع تبع بمحل معين رجح كلام رجح كلام ربنا اللي أوحى فيه لسيد المسيح بغض النظر إذا المسيح هو الله أو لا أنا لحي أسألك سؤال شو هو الزنا ما أنا ما بعرف شو هو الزنا بس بعرف إنه إنك اليوم هو علميا تبت إنه إذا بتعمل على أجنسية مختلفة مع أشخاص مختلفين تحديدا المرأة تصاب بأمراض تيري أنا ما عم بسألك على الأمراض عم بإليك أنا شياني زنا ما بعرف بعرف إنه إذا كنت مش مزوج حدا ونمت معه يبقى زنا أنتوا هيك بتقولوا أنا لا أنا إحنا أنا لا أحتاج إلى الشهد كي أمارس حياة الطبيعية مع من أحب بس أكيد مش عم بمارس العهر والفجور إنسان عايشي معه وهي تحبيبي بس الفرق إنه ما أعلنت بس ما أعلني بين كل أصحابنا ما بشوفوا أبدا زنا وجلد وضرب هيدا الترهيب بالدين مرعب لا أنا ما عم بحكي دي بعدنا عن الدين أنا ما عم بحكي عن الدين أنا عم بحكي عن إنه يعني تعريفنا للزنا شو هو أنا بالنسبة لإليه أنتوا بتعرفوا نحنا ما بنعرف أنا بالنسبة لإليه أي إطار مش تحت الزقف الكنيسة زنا إذا أنا بدي مارس الجنس أكيد أوكي ونحنا ما بنقامن أنا ما بقامن مش نحن أنا لوحد ما يعني أنا بعتبر إنه أنا أقرب إلى الله من قربي إلى الكنيسة ولا الخطيار اللي قاعد فيها وعم بيمارس سلطة علي أو الشيخ عند الجامع وقاعد عم يعمل إنه عم بحط اللي باركي ما حدا بيبارك لقائي مع الآخر سوى الرب ما أنت بتحبيه طب تتجوز وين المشكلة بل كي ما بقدر تزوجوا بل كي في محرمات اجتماعية بل كي في ما يعيق هذا اللقاء اللي حللوا ربك ما بيحرموا شي إذا أنا ربي حلل لي أن يعيش مع هالإنسان لأنه ما قدر تعيش على الطريقة الاجتماعية المتعارف عليها ليه لأ إذا أنا عم بطلب من ربي الرحمة بتروح أطلبها من من يمثل الله على الأرض اللي إجوا خربوا الأرض ومن ضمنهم يعني ما بدي فوتها بمواضيع وسملك بدنك من ضمنهم الكنيسة اللي طبحت الأطفال بإسم الرب طبعا والنساء والرجال ومنعت قراءة الكتاب إنت عم تطلع بالمسيحية التي أصبحت الآن يعني هي رسالة مقدسة وبتشنن حتى نيدال عم بتقلك مار شربل وعم بتقلك يسوع المسيح وأنا وبيا منقلك سانتريتا ومنقلك مارلياس المسيحية الآن رائعة لكن كمان عم مارسة أخطاء بالتاريخ أكيد أنا موافقة أنا موافقة الحروب الصليبية هاي دمر مش الحروب الصليبية الحروب الصليبية ممكن بتلاقيها مبرر لو كنوا عم يدفعوا عن حالهم بيستردوا أراضيهم من دين تاني إيجا أخذوا تحكي عن كيف حكموا كيف حكموا بالكنيسة مئات السنين صح وصار يبيعوا سك الغفران أنا معك أنا معك في أخطاء كتير كبيرة ونحنا منعترف فيها وأكيد لازم نعترف فيها هيدا بيع سك الغفران هيدا كان أكبر دمار للكنيسة أنا أنا كل اللي بقوله لنضال ولكل اللي عم يسمعنا هلأ إنه الحب ما في أحلى منه إذا كان بإطاره الصح إذا كان فيه تفاهم مثل ما قالت نضال إذا كان إله سقفه هو احترام المتبادل بين الشخصين بين العقليتين بين الألبان ما الجلس لح إلا لنضال شي أخت العروس جنة مغلقة ينبوعا مختوم مش أي حدا بشم الوردة ومش أي حدا بيفتح الينبوع ومش أي حدا إله حق يحط إيده عليك لأنك جنة مغلقة عم تحكي عن الطهارة حلوة الطهارة حلوة كتير وهاي أنت بتعرفي أنتين إمتا لما بتروحي بتفتحي بيت أول ما تروحي بتفتحي بيت وبتعرفي حالك أنك أنت لأول مرة عم بتمارس اللي أنت لازم تمرسي بلح بتشوفي حالك بمطرح تعني كتير كبير بتكبري أنت بعيون حالك وبيكبر قلبك بعيون حالك وبتكبري بعيونه لأنك هايدي أول مرة شفتي أهم شي تكبري بعيونه بس للأسف بطريسيا في عندك ينبوع مغلق وجنة مغلقة أجت رجال جاهلة صح ما قدريت صح قتلت دمريت بس أنا قدري عليكي سؤال أنه البنت اللي بتبقى ينبوع وحافظت والطهارة يجي يقضي على الطهارة صح ويجي مجتمع يقضي على الإنسان اللي أخذت قرار أنه أنا مش قادرة تحمل الظلم وين العدالة سقطت طبعا سقطت طبعا أنا أكيد في استثناءات مش استثناءات في كتير بس أنا كنت عم بحكي للجيل ما عم بحكي عن اللي له تجارب بس كمان بس بيستفز كل إنسان وكل امرأة كل مطلقة أو كل امرأة عم بتعاني من عنف أسري أو مع زوجة بيستفز هالكلام بجرحها أنا سمحيني إذا أنا كنت جرحتك بس أنا أنا ما جرحتيني أنا بحكي بصوت زكرتيا بالشي أنا بحكي بصوت كتير أشخاص مش ضروري يكون يعني أنا فكرتي لو سمحت بس توضح من مش بالضرورة إذا أنا ميقدر هي كلمة النفسة تحافظ على الطهارة ومش إنه إذا أنا فكري بتحافظ على الطهارة كلمة للزوج إذا مبطل الطهارة هينية غير سليمة يعني بهالمونيسة بتعونيسة السؤال للمتابعين ما هو العضو الموجود في جسم المرأة لا وظيفة له على الإطلاق وإذا كان هناك عضو لا وظيفة له لماذا خلقه الله هل ربنا مرخبت بشي معين بصناعة المرأة تحدى عطاك صندوق بيحتوي على كل شي فأتب حياتك شو أول شي بتدور عليه تجاوب أنا لا بتتفكير تجاوب لا بتتفكير معك بيت ماء واثنين قدامك ميتين من العطش واحد خانك واحد بيكرهك لمين بتاعتك بيت الماء وليش أوكي أنا سؤالي بعد تجاربك الكثيرة هل أصبحت أقوى أم أهدى أم أقصى إنه ما في إنسان كامل ما حكيت عن الكامل أنا ما أحكوه ممكن سوريا باتريسا وممكن تكون العيوب مثلا مارة ومسلا وضعه العائلة بسوريا وضعه العائلة مثل أنه يمكن تحبيه مطلع يمكن تحبيه يمكن عاطل عن العمل ما بعرف هيدولي كلهم مكمل أو محصل هيدولي مش عيوب مستوى علمي معين يمكن ما هو بتختلف نقاط الضعف من شخص لشخص وكيف أنت بتقيميه يمكن هيدولي مش عيوب شو العيوب ما أنا بدي أسأل من الضولة عيوب العيوب الشخصية بالحب شو اللي بتخليكي شو الصفة اللي بتظهر بشخص بتقولي هيدولي ما بحبه ما تقليلي بخيل ما تقليلي بيدرب هولي مش موجودين أصلا بقموسنا مش موجودين اللي بيدرب واللي أنا بخيل طبعا أكيد لا بس عيب بتقولي أنه هيده إذا فيه أنا ما بحبه بنفر منه هلا أنا لهون عليك أنا إذا بدي حب حدا ما بتطلع على العيوب وبتطلع على الأسس يلي أنا بديها فيه إذا ما لقيتون بكفل لأنه مستحيل بحياتك تقفر الإنسان ما هيك إنه ضغرة إنه شو العيوب اللي فيها فيه كل إنسان عنده كذا عيب بس نيضال أنت بفترة تعارفك للشخص أنت ضروري مثل ما قلت بنضع نوضع شوية هقل على العاطفة يعني نشغل العقل المنطقي مش العقل العاطفة خصوصا بفترة تعارف بيظهر سلوكيات مثل الكذب مثل التلاعب مثل أنماط أنماط سامة بعدين رح نحكي لن نبقى بحلقات ليس من انتباه لهم هولي عيوب الكذب التخباية الغموض الكتير مثلا كيف بيعاملك مثلا قدام أصحابه ماشي إذا بدك تكتشفي الشريك أو بدك تعارفي شو اللي مخبيه من عيوب عنك سفر أنت وياه مرة براف بالسفر بتكشفي كل شي وهيدي مثبت هيدا التجربة صح بحس للأصف بيقولوا لك لي مسافرة أنت وياه شو بكنت عامله بالأوتل يا عمي بدي أتأكد أنه هيدا بتزوج وبجيب من أولاد ولا إذا تزوجته وعلقت كمان بتعيروني إني طلقت لأنه الطلق بتترك عننا أحساس عالي بالعرض نحنا مجتمع فينا لأنه ما بنروح على البساطة كل شي منحطه بنصه الدين بشكل غلط يعني الدين إجرى يسهل حياتنا إجرى يرسوم لنا طريق كتير حلوي ونقعد هات تحت رحمة ربنا للأسف يمارس علينا تقوص غريبة عجيبة ونقول هيدا الدين طيب كم مرة حبيتي أنا بتصدي إذا بقلك آه ثلاث مرات وختمت هلأ بتفكر تحبي إذا حدا عجب فيك مثلا جاكي عريس بعتلي بعتلي من الكومت انت حبيب قلبي بس بعض عطت مسخري أكيد لا أو إذا كان مش من دينك بتقبلي إذا حبك حدا مسلم وانت مسحية بتحبيه ولا بتلاقي هيدا عائق كبير ومت فيه ودبت فيه والأتي هيدا اللي بتحلم فيه بيكون الدين عائق لا لأنه الله ما نزل دين الله ما نزل دين رسائل نزل لا الله نزل شخص آه ما بتعرفي إذا فيه أصلا بدينه لا بس أنا ما خصه هو شو خصه الزلم إذا طلع هو إذا كنت عاصب بس إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البنقون يعني ما في زواج بين كمين شو عرفك ما يمكن يكون هو من الناس المختارين عند ربنا آه فبيجي بيلتزم بدينك عم شوف هده الدين ببعدك عن الآخر مش الدين لازم يحب اللي أنا بحبه طب وليما بتحب اللي هو بحبه إذا ما قدرة تحب اللي هو بحبه يخليني حب بركة بدأ لكم في زواج صار أحد الزوجين غير دينه بالكامل بالوسط المشاهير بس رح أقول مين يعني كيف بدك الحبيب يكون أنا مثل ما تهودته بالبودكاست أنا ما بحكي كتير عن وضعي مش لأنه بعليلي إحساس بالعار بس لأنه بحب الخصوصية بسمعك ندار كسرت كل شي شالله بوضعي كوني أم عزباء ومطلقة هيدا الشي بيوضعني أمام مسؤولية يلي هي من تقريبا ثماني سنوات ونص أخدت بطلان زواج وهيدا الشي حتني دم واقع مرير من نظرة المجتمع من شو نظرة المجتمع عنكم بعد بنزروا للمطلقة نعم نظرة الشاب أول ما يعرف أنه أنا أم عزباء وهيدا تصريح خطير أنا أم عزباء أو مطلقة دغري 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 بتحول الابروتش أو الحديث لمنحة جنسة وبيعطيني شعور بأنه أنا متاحة جنسيا وبسلعني يعني مش أنه بلغة الحب بيسلعني يعني دغري بيروح الحديث هيدا شي أمر رفضته عشت الحب بحياتي مرتين للأصف ما عشت الحب بعد طلائق بيريليشنشب مع ديفورز سنجل موم تكون بيسلعني ممكن يكون فيه تحدي كبير رح يواجه مع أهله مع مجتمعه كمان باقي 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 ندال عنكم بعمر لأ بدي شو بجي لكم بعد ما بيتزوج المرأة المطلقة يس أنا عجيلة قريب عجيلة هيدا برسنتج كبير عطول بفضله أنه هي ما يكون عندها مش علاقات سابقة بس أنه ما تكون مطلقة لأن كلمة مطلقة بمجتمعنا يعني للاسيب بيعتبروها تفاحة مضروبة للكب مع فن للكب رغم بس خليني أسأل أنتو كناس هايك بتنظروا للمرأة اللي فشلت بحياتها شو يعني طلاق أكتر من أنه ما ربنا حلله بالإسلام أنتو بتعترضوا ربنا ما حلل طلاق عنكم نحنا في حالات خاصة في بطلان زواج في بطلان لما ما بيكون الزواج صحيح منذ ما بتقولوا طلاق بتقولوا بطلان بس وقت الزنا الزنا بطلق أكيد كيف تسبتوا الزنا هنا شغل المحاكم المحاكم الروحية بدأ شهود الزنا حتى بيش عطنين عبيعون ساكس ممكن يكون ارتقت صور صور مسجاد صب هيدا الكيس بس فيكن تطلقوا لا طلق طلق اسموه ما عندي فكرة بس أكيد في عنا بطلان زواج في عنا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان بس ما جمعه الله مش اللي ما جمعته المصلحة والغش والكذب وال أنك أنت تستبيحي حرية إنسان طب ما أنت لما تزواجت عن تطعه قدامنا كتير أسئلة رح نسألكم إياها بعدين أنا أتعرف عليكم كمجتمع بس إنه فعلا كمجتمعات غريبة عن هاي المفاهيم تماما بتفكروا يبدو كمان عاداتكم مثل عادات بقية العرب الطلاق هنكون عيب وعار أحساس عالي بالعار المرأة وما بيتزواجوا نفس الشي بس الإيمان مختلف طريقة البحث عن الله وما عنا حلال وحرام يعني بس تاكلوا الخنزير لحم الخنزير ما في عنا حلال وحرام ما في شي محرام كل شيء يحل لك لكن ليس كل شيء يوافق كل شيء يحل لك لكن لا يتسلط عليك شيء يعني اللي بدك يفكي تعملي بس إنه بخيارك الحكيم بخيارك طالما أنت متبع سيد المسيح ما رح تعملي خيارات غلط صح وما في ترهيب عندكم أبدا بيقول سيد المسيح عفوا باتريسيا ليس كل ما يدخل فمن إنسان ما ينجسه إنما ما يخرج صح من إنسان وهم نحكي عن قوة شهيرة جدا هيدا الآية وتأثيرها على الإنسان وعلى النفس البشرية شوفوا أنا كل شي بعرف بس لما أعود مع صبايا اجتماعية بعاد عني ونفتح هذا الموضوع ونحن عم نعيش مع بعضنا عادي بس لما نفتح هذا الموضوع كل مننا يشعر بيبيق بشيء من الغربة تجاه الآخر لأنه قناعات مختلفة طريق التفكير وتحليل للا عندك أصحاب من غير دينك أكيد أكيد من غير دينك أكيد نحن من غير ديننا نحن قلال مش بس عندي أصحاب من غير دين حتى اللي بحبوا من غير دين اي وشو بيفرض عليك ما في شي بيفرض علي لأن تفكيره مثل تفكيري وعشان هيك بعتبر حالي إنه الله وفقني الحمد لله يس منه حدا متعصب ولقيت حدا يعني بيفكر مثل ما أنا بفكر الحمد لله وشي مرة ما نحكي عن الكرمة لأنه كتير مهم نحن كل شي مننوي من لا إي حتى بالنية لكن بنرجع لأي سيد المسيح كتير مهمة الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد إي لأ هلأ قلته قبل شوي إنه حتى نظرتك للمرأة إذا كان بنية كذا صحيح نوايا كتير مهمة ويا فعل تشبه الفعل تنوي تقتل حدا في شرها لأدي يقرب إلى القدل تخيل ندال في بعض الكنائس أو بعض المذاهب بتقول للمسيحية يعني الرعية تبعيتها أنه أنت غلط تسبحي غلط تلبسي ميو في هيك مسيحية غلط تلبسي ميو في جماعات بتقول أنت ما فيك تلبسي ميو وتنزالي على البحر أنا موافقتها بتعرفي بس ليه أنا ضد الميو قال لأن أنت يعني ميشيل لا تثير الرجل سبب عثرة نفس الشيء لعند الإسلام نفس الشيء بس أحلى شيء بالمسيح بتعرفي شو قال قال إن كانت عينك تعثرك فأحسن لك تخطع عينك وتفوت على ملكوت السماوات أحسن ما أنك ما تفوت بالمرة شو معناها؟ معناها مش أنا شو لابسي لكن أنت كيف تتطلع فيه يعني الغلط منك مش مني مزبوط مثل ما شفته هذا ما يميز اللبناني عن كل أهل الأرض تنوع لما بقولوا لبنان فيه تنوع تنوع موجود بأمريكا بس ليه لا يستفيد الأمريكي من هذا تنوع يعني أنه ما بيلتقوا ما في جو عيلي المرأوا على الطريق إذا حتى كل مرأة على الطريق أنا بتعمد كلبنانية قول هاي بتطلعوا فيه بالصغراء بيعمل هيك أنشأ اللبناني يجتمع مع الآخر بالعداية بالتقليل طبعا فيه بياناتنا قواصة مشتركة كتير بس أحلى شي فينا ما حدا بيعتب على الآخر ولا حدا يلغي الآخر بقناعته مبارسة عجبكم كيف كنا عم نحكي بالدين والحب والجنس والآخر رح أسأل بناهية هالحلقة رح أسأل باتي من أنت وصغيري قبل ما تروحي على الكنيسة وبعدين تجي على الصحافة شو كنتي بتحب تكوني أعلمية وصرت لاتلي بس بالأول صرت من 2003 أربعة بس بالأول حياتي كلها بالكويت كانت عبارة عن بس رغم كل شيء تأخرت بس صلت وصلت وصلت نعم صلت صلت لحلمة كان بديك تكوني أعلمية لأ أنه ساعد الآخرين من خلال مهنتي والتواصل مع العالم وصلت مش أعلمية يعني باكت عملي اختصاصك الآن قلبي نعم هيتا كان حلمي أعملتي تحصصي لو مؤخ لو تأخرت صح الأعلمية لأ ما بهمك يعني نحن بشغلنا بيتطلب أنه أنك تواجه للرأي العام نعم نعم ندال جينيور هلأ أنا من أنا وصغيرة بحب كون a boss a boss yes وحسب اختصاصي اللي عم بدرسه as a fashion student أكيد حتى بلان وإذا الله رد حتصير حيصير عندي my own luxury brand وحيكون عندي شركة الخاصة وكون البص لا my brand بس إذا بدي أقولك أنه كحلمي الصغير الأكتر متوارد عنها كنت عطول أقول بدي بس أكبر سير ممثلة كتير بحب مثل وكنت بالمدرسة عطول بس يكون في مسرح أو شيء أول وحدة نطق وقف so yes بحب كون أباس وبحب كمان بمجال الفن بكون ممثلة هلأ بقلكم ليس ألتها السؤال تحت الهواء كنت عم بتقولي اسمك كان له نتائج إيجابية عليك ونتائج سلبية شو هنه هلأ النتائج الإيجابية كمانا كانت نتائج الإيجابية كانت أكيد أكتر يعني من أنا وصغيرة إن كان بالمدرسة أو بالجامعة بس يسمعوا اسمي عطول لو شو ما عم يحكوا يوقفوا الموضوع بدون يعرفوا أنا مين حتى بالجوري يعني أنا عم قدم البروجيكت تعولي تقرأ بيك يه بتحبيها اللي أنا عم تشام تسأله هلأ من الناحية السلبية هيدا السؤال بتحبيها فيه إنا إيه عطول بيسألوني ما هو هيدا النيجاتف بورت إنه عطول في عالم تبقى بالمجتمع حتى لصورة البشعة هيدا اللي بتهاجم الشخصيتها مش قوية إنه عم صارت إنه عم أكتر من قوية يس إنه عم بتهاجم العالم طريقة مش حلوة وخصيصا بعد موضوع هيدا الشوكولامو كمان أنا إجهاني كتير انتقادات وماي أكاونت كان كمان حيتسكر عم تحتاجات إيه إجهاني عدد ريبورتات كتير كبير وحطة في عندي رفقات سوريين هجموني قلت لهم كل إنسان بالحياة عنده رأيه إذا هي رأيها مش معناته إنه أنا كمان رأيها شو الرأي اللي عملتو أنا أنت حضرتي شو عم قول أنا ما حضرت الحلقة بس حسب هيد البارت الصغير قبل ما يمنجو قبل ما يمنجو ويحور حضرتي شو عم قول نو صراحة حتى لا هلأ أنا دهت براح أقلك لما عم بيسألني أستاذ ولي بيقلي هو ملف إنه بيفتح ملفات النازح السوري خائف أم مخيف أنا قلت له مخيف قال لي قف بتحتيك مصال كنت فاتي عم حال أيس كريم وسميته بشير بشير نشايلنا قلت له أعطيني شكولمه قل لي عملي هاي قلت له مع له ترجمة بالعرب طالما أنت عايش هون لما بتعلم لها جتنا زرحت عامريكا كي بتحكي مع النقص وكتش تغلع بالحرفك اللي بتعلم لغتونه وبحكي بتعلم لها جتنا مش لغتنا لا جتنا لها شي المفردات التي يستخدموها اللبناني غير المفردات التي يستخدموها السعودي مصبوط لكل مجموعة بشر هوية من ضمن الهوية من ضمن المفردات فجوابني لما قلتوا لهم بتعلم لها جتنا قل لي فشرطه أنتوا بتتعلموا لها جتنا لأنكم محافظة من سوريا أنتوا المحافظة خامسة عشر أنا عم بيقول أنا حنا عارف أنهم بفكروا هيك بيقل لي الأستاذ وليد لا لا قلت له ما تعتب عليهم يعني هيك بعلمون بعلمون أن لبنان محافظة من سوريا وأنا عم بحكي بهذا البراءة يعني رفتي ولا حقد ولا عم بحكي حادثة صارت ما ليش مخيفين لأنه ببالهم بدون ينضموا لبنان وقلت قلت له ما يعني هيك بيتعلموا حرام وحتى ما بيعلمون عربي يعني كل شي عندهم يترجم يعرب ومثل متل تلك التركيان بعلمون أنه أتا تيرك قديس بس هيك أنا حتيت شو عملوا شالوا لحد ما بيعرف بالعربي قلت له ما بيعرف ما قال ترجم بالعربي قط ما حد أنه أنت لازم تتعلم لهجتنا وحطوا أنه قال لي لأ فشرت فشرت لبنان محافظة من سوريا أنتوا تعلموا لهجتنا ما حطوا هاي شلوة ومحلات تانية صار يقول بانجور أنا قيل بالحلقة مع السيد والدي ومانش فيه معنتج كتير أنه ما فيك بقى طعم الأمن داتي صاروا بيقولوا بانجور بحطوا الأرض صاروا بقولوا بانسوار يعني ما بقى فيه هني بقولوا السلام عليكم أو صباح الخير أو مثل نحن ما منقول هاي فما بقى فيك تقفرهم الحملة قدما قدرة قدما ارتدت عليهم هلا شو صار الرأي العام اللبناني والمناصر للبناني ما بقى يطيق حدا منهم ما بدون إياهم شوفي الحملة اللي درتها ورجعت بدأت منشتيت مع اللي قاله رئيس الحكومي بده يبعتنا نشتغل خدام بأوروبا ويحط الغربة بلبنان يشتغلوا بشغلنا نحنا هاي ده اللي قالته هل تلاقي تلامي علي لأنه اسم تندال أحمدية اللي بتحطه براسك بتلاقيه بواقع حياتك انت صانع قراراتك وصانع حياتك وانا بدي أقول كل حدا عنده جولز بحياته متل ما كانت عم بتقول سعوله وركضوله لأن ما بتجي بالهين كل شي بدنا إياه بصير بس لازم ناخد ونلحقهم نحنا أوكي أنا لحقلكم جملة حلوة كتير فوق كلها تحفظ أحفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة إلى اللقاء باي 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 تعالوا تصور الصورة الشعيرة اي يلا صورنا بليز